موسيقى وهلأ أريج حننتقل لمحطتنا الأولى يلي احنا نترافق فيها لبعض مختلف ومساحة استثنائية والموسيقى يلي بتتربع على عرش اللغات كأداة تواصل عالمية وتسلط الضوء على أنشطة قائد الفرقة السمفونية الوطنية المايسترو ميساك باكبودريان وجولته الأخيرة مع أوبيرا لسكالا وحفل الفرقة السمفونية القادم كثير من الأمور صباح الخير مايسترو صباح النور صباح نور أريج صباح نور لكل المشاهدين كما يهلا فيك مايسترو وحمد الله على السلامة الله يسلاميك شكرا حفلة مميزة أقمتوا مايسترو بأوبيرا لسكالا وكانت دعوة من نون أوبيرا لسكالا هي تصنف من أول عشر دور أوبيرا بالعالم فهي كثير مهمة على الصعيد الموسيقي وصعيد البرامج اللي بتقدمها أوبيرا لسكالا من قبل فترة ألسست أكاديميا للشباب المتميزين من كل العالم هاي الأكاديميا بتأهلون ليصيروا موسيقين محترفين وهي وسيلة يدخلوا دار الأوبيرا فأكاديمية أوبيرا لسكالا وجهت للدعوة أنه يكون معهم وقود حفلة مع أوركستر الشباب اللي هنن بيعملوها بالأوبيرا النفسة بالأوبيرا لسكالا هذه الأوبيرا من أهم الأوبيرات العالم فأهم الأوبيرات فهي كانت بالنسبة لحالة يعني في محطات ونحن بنمشي بطريقنا بنحسن أنه هي محطات مفصلية مفصلية وكتير مهمة فأنا بحس أنه هي واحدة من المحطات بحياتي الاحترافية كتير مهمة البيئة مختلفة المستوى الاحترافي كتير عالي إضافة للجمهوري اللي جاي يحضر هيك حفلة هو شايف كتير قادة أوركستر وسمعان كتير موسيقى فبالتالي يعني المقارنة كتير صعبة يعني بيتقدم شي بيتقدم مميز تمام بيتقدم مميز وبدأ يكون عصائد كتير عالي احترافيا فهذا الشيء صراحة يعني قبل بأسبوع من السفر كنت متوتر أنه أنا بدي أكون بأوبيرا لسكالا يعني هاي تاريخ بلاحظة بحياتي رح تتسجل يعني وأول بروفا وبدأت مع الموسيقيين كانت اللحظة الأصعبة لسه لأنه موسيقين كتير محترفين موسيقى اللي عم نقدمها كانت كتير صعبة لأنه اخترت برنامج مميز برنامج الليه معنى موسيقي وله معنى إنساني كمان لأنه البرنامج اللي اخترته بيعتمد على فكرة الهجرة فكونوا بأوروبا في كتير مهاجرين هلا هنين عم بيشوفونا كمهاجرين عم بينسونا أنه نحن إنسان عنده تاريخه وعنده كمان ثقافته فبالتالي كانت الرغبة أنه نقدم نظرة مختلفة على المهاجر وخاصة السوري يعني قدمت عملين لمؤلف سوري زي جبري هو يعيش بأوروبا وقدمت عمل لمؤلف إيراني وقدمت عمل لمؤلف بارتوك من منطقة البلقان ومؤلف إيطالية ومؤلف أرمني عم تحمل صور جميلة أكيد وعبتنقلها عن سوريا بدنا نحكي عن التعاون اللي صار وشو أهميته؟ أهميته على الصعيد الموسيقي أنا بقول بنسبق لي دايما أنه نحن لازم نستعلم الأفضل ولازم نحتك لأنه الاحتكاك هو اللي بيعطينا حرفية أكتر بيعطينا خبرة أكتر وبالحالة هي الاحتكاك مع الموسيقيين الموجودين بلاسكالا واحتكاك على مستوى عالي كتير يعني أبسط شغلة الموسيقيين الموجودين هم ما بيعطوا ربع الصوت ما متعودين على المقامات أو الموسيقيتنا اللي فيها ربع الصوت اشتغلنا كتير عليه هون وكانت المفاجأة بالنسبة لي أنه هنن بسرعة قدروا يفهموا يفوتوا بيروح الموسيقى نعم بتعمل تعاون بين الموسيقيين الإيطاليين والسوريين يعني هنن أنه يدروا يفهموا مؤلفاتنا يدروا يفهموا مؤلفين شو بيكتبوا ويفهموا موسيقتنا كيف مبنية يعني زي جبري كاتب موسيقى بينكها سورية ولكن بلغة عالمية المؤلف الإيراني نفس الشي بس فيه بالنص فيه ربع الصوت فيه انتقالات بالألوان يلي هي كتير غريبة بالنسبة لهم وما متعودين عليها فبالتالي هاي كانت التجربة مهمة بالنسبة لهم وبنسبة لي كمان إنه كيف اتعامل مع موسيقي أوروبي ما بيعزف المقامات وما بيعزف موسيقى يمكن ما بيعرفها كمانا مع البعصوت إذا منقول إنه كيف وصل له الفكرة هاي وكيف نقل له الصور تبعنا والألوان تبعنا بنفس الوقت منه تعلم كيف هو رؤيته للموسيقى هاي كيف معالجته هو للموسيقى هاي كيف إحساسه بالموسيقى هاي لو نصل لإحساس مشترك بالنهاية ونقدم الحفل بشكل احترافي عالي وفيه روح وكان فيها تفاعل كتير كان في تفاعل كتير خاصة من الجمهور يعني أنا أتوقعت إنه موسيقى معاصرة هاي يكون في صعوبة بالتفاعل بالجمهور ولكن جمهور كان متفاعل كتير وهذا الشي كتير منيح كان بالنسبة لنا ككتلة موسيقية عم نقدم الموسيقى هاي نعم مايسرو صحيحنا عم نشوف مقتدفات من مجمل حفلات بأوروبا لكن خلين نرجع شوي لحفلات بسوريا الخميس الماضي كان في حفل مع خطوة صح خبرنا عنه شوي بصراحة كانت ما أعرف شو بدي عبر اللحظة الأولى يلي تقيت فيه مع الطفل عمر جمع أنا أقول عنه طفل لأنه عمره صغير ولكن أثبت لنا هو أنه نصان كتير ناضج هو شخص كتير واعي بالرغم من الحالة اللي عنده إياها بالرغم من الإعاقة اللي عنده إياها هو قدر يتغلب ويكون معنى كفرقة هي الفكرة كانت أنه جمعية خطوة عم بتحقق أحلام أشخاص عندهم إعاقة فعمر جمعة طفل عمره تسع سنوات عنده حلم أنه يصير عازف هو بصراحة بالبيت في عنده أهل صغيرة وبيده اليسار بيتدرب عليه وبيعزف مقطوعات فزرنا أنا والآن سألما لطفية اللي هي طلعت بالفكرة أكيد منوجه لتحية صباحية للماء صباح الخير للماء زرنا وفكرنا شو ممكن نعمل لأنه حلم يصير عازف فكانت الفكرة أنه يكون في فرقة موسيقية عم بترافع عمر كوي كعازف مون فريد يعزف مع فرقة موسيقية وفعلا هذا الحلم صار حيئة بالنسبة له عمر في مقطوعة هي لحن الحياة اللي هو بيعرف يعزفها حد ناريك عباجان عملنا توزيع وقدم للفرقة بحيث أنه نحن نقدر نرافقه فما تتخيلي البروفة الأولى والعمر فات والموسيقيين شافوا لحتى يعزف معنا موقف يعني كله موسيقية محترفين ولكن الجانب الإنسان يتطغى على الموضوع هذا فكانت لحظة كتير مهمة أنه نقدر نحقق حلم للطفل قدش هي جيست بسيط ولكن جيست كتير مهم نقدر نحن معنوي كتير كبير طمعن نقدم هذا الشي وياريت فينا نقدم هاي الجيست لكل الأطفال لأن عندهم حلم وما بقدروا يحقوا هذا الحلم لأنه في عندهم إعاقة معينة إنه ساعدوا لحتى يحقوا وحلموا هو عمر كيف كان تاكي ثقتوا بنفسه وكيف كان شعوره بصراحة يعني أنا ما قل إياها بس بكل لحظة كم يورجيني أنه هو زلمة ما نخايا هو عرفان شو عم بيساوي وفايت معنا بالمزاج تبع الموسيقيين وحب الألية للبيانو لأنه عاد على الألية للبيانو فكنت عم شوفه بيستغل الفرصة أنه قاعد يعزف معطوعة بيحبه لكن إلا صباح الخير لعمار إلا صباح الخير لعمار ونعطرينك نعطرينك عن جد يعني هيك بحفلات أخرى ونقدر إن شاء الله نساعده بمشواره بالموسيقى إن شاء الله نقدر نقدم سعادة لكل طفل بحاجة ومو قادر يحقق حلمه أو يكبر موهبته وصراحة بهذه كل اللحظة بتحسي قديش نحن محظوظين إنه طفل مثل هالطفل عنده حلم وما عنده الوسائل لحتى يقدر يحققها وتحققت يتركم طفل فيه نحن كثير محظوظين إنه عندنا الفرصة لنقدر نقدم هذا الشي وأحيانا بنشكبن كثير شغلات نحن كموسيقيين مثلا بعدين نشوف طفل عنده إعاقة بس عم بيعمل موسيقى فبالتالي قديش فيه شخصيات قوية عندهم هالنفسية القوية لحتى يعملوا مشوار فتعلمنا درس نحنا يعني كان درس إلنا هذا كموسيقى وهي كمان بتعتبر مايسترو يسالة إنسانية لكل من عم يسمعنا كل حدا بيقدر يساعد طبعا لازم يساعد هالأطفال هذا واجبنا هذا مثل ما قالت واجبنا مايسترو في عنا يوم الخميس كمان حفلة ممكن نحكي عنا يوم الخميس عنا حفلة مع الفرق السيمفونية الوطنية السورية كان مفروض تكون مع سيدة إنشي أوزدل قائدة أركيسرة تركية هي زارتنا في 2016 وعبرت عن تضامن مع الشعب السوري ولكن هالمرة ما ضبطت السفرة فرح نغير البرنامج شوي رح نقدم السيمفونية الخامسة بيتهوفن هيلي كانت هي رح تقدمها كمان ولكن وجهنا دعوة لمغني باريتون مغني أوبرا سوري نبيل سليمان هو عايش ببروكسل ولكن هالفترة من حظنا موجود بدمشق فحبنا نستغل وجوده ودعينا لنبيل إنه يجي يغني معنا ورح نقدم بالقسم الأول آريات من أوبرا مشهورة من أوبرا كارمن رح نقدم مقطع رح نقدم من أوبرا فالستوف لفيردي وفي عنا أوبرا لمؤلف إيطالي ليون كفالو ولكن يعني موسيقى جميلة جدا من أوبرا المهرجون فالنبيل رح يكون معنا مع الفرقة السيمفونية الوطنية اللي نقدم ثلاث آريات وبالقسمة الثانية رح نقدم سيمفونية الخامسة للبيتوفنية اللي بتخيلك كتير ناس تعرفها لأنه هي اللي بسموها عنا مشاريع كتير هالسنة بحلب بشهر نيسان لنقدم مع كورال ناريغاتسي بحلب كورال كمان أثناء الحرب كان مستمر بنشاطه وعم بشتغيل بشكل جدي وقدم حفلة بدمشق مع المؤسس مع القائد تبعون الله يرحمه أبونا جانجي فهلا بذكرى أبونا جانجي رح نقدم حفل بنيسان بحلب إضافة لحفلاتنا بدمشق وبشهر ستة عنا استضافة لقائد أوركسترا برازيلي رح يجي هو وعزف بيانو أي رح تكون يعني أول قائد أوركسترا نستضيفه من محل بعيد كتير بعض الحرب من برازيل رح يجي رح يقدم مقطوعات برازيلية ومقطوعات عالمية بنهاية شهر ستة ففي عنا نشاطات دومان دمشق نشاطات بالمحافظات وإن شاء الله يكون عن نشاطات دولية نحن بانتظار أنه نقدر نكسر الحصار ونقدر نكون موجودين بره هذا موشي جديد عليك مايستر أبدا دايماً بيكون في صوت وصدى صوت الموسيقى السورية بالخارج أكيد بس هذا يعني واجبنا نحن كموسيقيين أحيانا منقول نحن سفراء بيقولوا نحن سفراء فسفير بيكون بسفر كمان يعني وات بيروحوا بيقدم الوشي الثقافي لسوريا بيورجي قديش في عنا موسيقين أكاديميين احترافيين عم بيشتغلوا لأنه الأوروبيين دايماً عندهم فكرة حتى بوت كنت بي ميلانو هلا إنه معقول أنتو عم تعملوا موسيقى معقول أنتو عم تكون موسيقيين معقول ضمن الحرب نحن نفتخر بالفرقة يا عليز كثير عنا فخر كبير فيكون وبقيادتك يعني فرقة رائعة في عنا كمان كثير ذكريات مع الفرقة مثل بألفين واربعة عند افتتاح دار الأوبيرا وبألفين وثمانه بحفلة سوريا بالعاصمة دمشق عاصمة الثقافة يعني في عنا كثير من الحفلات وكانت بقيادتك طبعت بداكرتنا بس نحن المشكلة الأساسية عم بتكون وتمنكون برا ويشوفونا هنا بيقولوا معقول عندكم موسيقى لأنه الشي اللي بنعمل لألنا نحن بنعرفه ولكن هن ما بيعفوا شو عنا نحن ونين سوريا بتنصلوا مختلفة تماماً عن الواقع اللي عنا يا طيب هلأ هنا بيجي دورة بسوريا وعننا فرقة مستمرة رغم الحرب وفي عنا مؤلفين وفي عنا موسيقيين هاي الفكرة اللي هنين عم بيتفاجأوا فيها عم بيقولوا معقول هاد الشي طيب هون بيجي مايسترو شو دوري الفرقة السمفونية بإبراز صورة الحياة الموسيقية بسوريا برأيك نحن مهمتنا نعزف مهمتنا نستمر مهمتنا أنه نواصل شغلنا ولكن بدي يكون في تعاون كمان من جهات أخرى ننقدر نواصل هاد الصوت يعني قد ما عزفنا بدمشق نحن إذا هالصورة ما انتقلت لبرة صعب كتير هنا نشوفوا هالصورة هاي فبالتالي نحن في عنا فريق عمل مش عنا هيك أنا بحب داما الإعلام وقلوا انتو شركاءنا لأنه انتو بتوصولنا صورتنا بتوصولنا صوتنا مو بس لسوريا لبرة كمان وأثناء السفر واتعم انوا رجيون حفلاتنا داما عم بيكون هالمفاجأة يعني واتكن بإسبانيا بالصيف وحكيت عن الفرقة السمفونية عن نشاطاتنا شو عم نعمل نحن أثناء الحرب كلهم تفاجأوا لما أقول انتو تحت التهديد يعني خطر الموت عم تكون وعم تنزلوا وعم تتدربوا مثلا نخلوكم بالبيت أو ليش عم تعملوا هاد الشي فأواتش رحنا لهم ليش عم تخاطروا ليش عم تخاطروا فأواتش رحنا لهم إنه هاي رسالتنا وبعدين يعني مو معقول أنا داما نقول لون إنه الأطباء عم بيروح على المشفى بس هذه المدارس عم بيروح على المدارس عم بيدرسوا حتى الطلاب اللي صغار نحنا الموسيقيين عادين بالبيت معقول ما بيصير في عنا نحنا واجب إنساني اجتماعي يدافضنا للواجب الثقافي فهذا الشي واجبنا إنه الروح نحنا نقدم هذا الشي للمجتمع لأنه نحنا جزء منه بالأخير فبالتالي هاي الصورة يلي عم تصل لأي موسيقي بره ولو أي شخص بره عم يتفاجأ هاي الإرادة الأوية وهي القناعة بالرسالة إنه نحنا بالرغم من الخطر مستمرين بيعملنا يعني أنتو كمان بأسناء الحرب كنتو موجودين دايما على التلفزيون فبالتالي هذا الشي واجبنا وهو كمان قرارنا أنه نحنا نكون موجودين وحافظين على حياتنا مايسترو ميساك أكيد نحنا نتمنى لك كل التوفيق على صعيد الحفلات بسوريا أم بالخارج ودايما نتشرف بكل حفلات بتقوموا فيها لأنه أكيد بتكون إلا بصمة خاصة وفيها طابع مميز رائع شكرا كثير لألك لوجودك معنا اليوم شكرا للك وبتضاركم الخميس شكرا لك خميس بحفلتنا بدار أوفيرا شكرا كثير أهلا وسهلا بك أما هلا